إلى ذلك شن طيران تركي غارات مكثفة على قرى مرعناز ومنع الملكية وعيندقنة في محيط مدينة عفرين كما قصفت المقاتلات التركية برج مراقبة تابعة للوحدات الكردية في عفرين بالتزامن مع دخول فصائر من الجيش السوري الحر إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم بي واي دي في عفرين ساعة الصفر دقت وطبول الحرب دقت وعملية عفرين بالتعاون بين الجيش التركي والجيش السوري الحر انطلقت شنكال أولى القرى العفرينية التي أضحت بيد الجيش السوري الحر ودخلها دون مواجهة تذكره تقدم رافقه دخول بري للجيش التركي بالأراضي السورية نظام الأسد ومن جهته فتح طريقا لعبور عناصر البي دي المتواجدة بحي الشيخ مقصود بحلب للتوجه لعفرين وذلك عبر بلدتي نبول وزهراء الشيعيتين غير شنكال صار في تسقوط لثلاث قرى أيضا شمال الراجو مجموعة القرى التي سيطر عليها الجيش التركي مدعوم بفصال دير الفرات هي أربع قرى حتى اللحظة وردت أنه كان خطأ كبير قامت به وحدات حماية الشعب عندما قصفت ليل الأمس مدينة كليس وقامت قبل قليل بقصف بلدة ريحانية المجاورة إلى راجو واجن ديريس وسقطت على الأقل ثلاث شهداء تصريحات المسؤولين الأتراك تكاثفت وتماشت مع الأحداث على الأرض ففيما أوضح رئيس الوزراء التركي أن العملية التي بدأتها قوات بلاده ستنقسم لأربعة مراحل وستعمل على إنشاء منطقة آمنة بعمق الثلاثين كيلومتر موضحا أن عدد الميليشيات الكردية لا تتجاوز العشرة آلاف وأن كل من يساندهم يعتبر هدفا للضربة أوضح الرئيس التركي أنه يتابع المعركة عن كثب متوقعا انتهاء العملية خلال وقت قصير أعتقد أنها لن تطول كثيرا لعدم تكافؤ في القوة الموجودة ثانيا تأثيراتها على الشعب السوري بكل تأكيد أنها ستكون مريحة أكثر لأنه كلما كانت هناك دول إقليمية مثل تركيا تحديدا هي مرتاحة على الحدود وهي التي تسيطر أمنيا على مناطق معينة ليس ما يتم الحل السياسي أعتقد أنه زين عكس إيجابيا على الشعب السوري وتحديدا إذا علمنا أن هناك مناطق شاسعة ما بين إدلب وما بين مناطق شمال حلب هي مقطوعة بسبب وجود هذه التنظيمات التي تسمى كردية المدرعات التركية استمرت بالقدوم جهة عفرين حيث عبرت أكثر من أربعين حافلة محملة بالآليات مع برباب السلام واصلة إلى عزاز ليستمر الطيران التركي باستهداف مراكز ونقاط تواجد الوحدات وتستمر مدفعيته بالتمهيد المدفعي للتقدم البري الذي يتقدمه الجيش الحر ويبدو أن الآليات التركية ستتبعها وفيما حملت الوحدات روسيا مسئولية هجوم الأتراك أكد الروس عدم تدخلهم حال حصول أي مواجهة عسكرية ما بين الأتراك وبين الأسد قصف جوي وتقدم بري مستمر للجيش التركي والقرى العفرينية تتسقط واحدة تلو الأخرى دون مقاومة تذكر فهل سيستمر الحال على حاله وإلى أي عواقب سيفضل قصف الكردي الذي أوقع عددا من الضحايا في الحدود التركية لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول